حنان تقول حلمت اني في سجن مع واحدة لا عرفها وكان الباب مفتوح وانا كنت اريد انزل لكن كانت هناك كانت مش عارف هاي السولف قصدك فيها السولف ولا تشوف وبعدها لبست روب بيت ابيض واخضر وما انتظرتها ونزلت ووجدت نفسي على الشاطئ البحر والجو حلو مطلقة لأعمل بدون اطفال حلمت اني في سجن اخت كريمة سجن المرأة هو قلبها انت في حالة نفسية سيئة مع واحدة لا اعرفها المرأة الغريبة في الحلم للمرأة هي النفس انت مش عارفة شو تريده يا اختي انت داخلها حطت نفسك في قيود انت مش بحاجة تحطي نفسك فيها وعايشة في وضع انت تقدر تطلع منها كان الباب مفتوح يعني انت ساجن نفسك ومعقدة امورك يعني في عندك يأس في عندك خوف من يدك انت صح انك انت طلقتي وصح انك بدون عمل لكن انت معاك رب حكيم رب عليم رب رحيم سبحانه وتعالى لا تفكري انك لحالك فيها الكون ما حد شايفك ربنا شايفك وراح يطلعك من هذا الهم ولكن همك بيدك انت تطلعي منها بيدك انت تتخلصي منها اريد انزل لكن كانت تشوف وبعدها لبسة روب بيت ابيض واخضر وما انتظرتها ونزلت ووجدت نفسي على شاطئ البحر والجو حلو عند عموم المفسري مجرد انك انت واقفة على البحر خير دخولك البحر ربما يكون هم ركوبك البحر بسفينة ربما يكون سفر او تجارة ولكن مجرد وقوفك على البحر واخير مجرد نزولك من المكان انت فيه النزول بما انه المكان انت كنت فيه سيء فالنزول منه خير بعكس انك انت تنزل من مكان حسن قصر جميل مكان فيه رحمة فيه خير هذا يختلف فينا الوضع مجرد نزولك من مكان سيء خير معناتها نجاح ولبسك الروب الأبيض والأخضر قد يدلوا على انك تحتاجين الى الصبر والدعاء وان شاء الله ربنا يبعث لك ابن حلال اللي يعوذك عن هذا الوضع الحالي اللي انت فيه